عظام بشرية حقيقية معروضة للبيع بشكل مشروع شابر امريكي يدعى جون بيتشيافيري افتتح محلا في مدينة نيويورك يبيع من خلاله هياكل عظمية وجماجم بشرية حقيقية ليلقى مشروعه اقبالا متزايدا من الباحثين والطلب وبائع الاكسسوارات فيبيع بين عشرين وستين قطعة شهرية مقابل مبالغ مالية تتراوح بين عشرين وستة الاف دولار استطاع جون تنويج نفسه عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي حيث يتابعه نصف مليون شخص على التيك توك الا ان الانتقادات الواسعة لاحقته باعتبارها تجارة غير اخلاقية لكنه دافع عن نفسه بانه يسخرها للبحث العلمي الغريب في الامر يا سادة ان اغلب الولايات الامريكية تعتبر هذه التجارة مشروعة ليبقى السؤال من اين يحصل جون على هذه العظام